العلا تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية وتتبع إداريا لأمارة منطقة المدينة المنورة وتبعد عن المدينة 300 كم شمالا وهي عاصمة لمحافظة العلا يصل عمر الاستيطان البشري فيها إلى نحو 4000 عام وهي أحد أهم الوجهات السياحية في السعودية ذكر ياقوت الحموي العلا في معجمه وهو جمع العليا وهو اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام نزل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى غزو التبوك وحدد بها مكانا لمسجد وضع حدوده بالعظام فبناه أهلها بعد ذلك وأسموه مسجد العظام وكانت قديما تسمى دادان ويروى أن سبب تسميتها بالعلا أنه كان بها عينان مشهورتان بالماء العذب هما المعلق وتدعوه وكان على منبع المعلق نخلات شاهقات العلو يطلق عليها العلي وتقع مدينة العلا بين جبلين كبيرين على واد خاص بالتربة تزرع فيه النخيل والحمضيات والفواكه كما تتوفر المياه الجوفية على مسافات قريبة رغم الشح الكبير في الأمطار وهي من ضمن المواقع الأثرية المسجلة بمنظمة اليونسكو ومناخها قاري حار صيفا وبارد شتاء في سنة 2017 صدر قرار ملكي بإنشاء هيئة ملكية لتطوير العلا يرأسها أمير الرؤية ورجل المستقبل سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله وتهدف إلى تحقيق التطور والتحول في محافظة العلا والعمل على البنية التحتية مع التشديد في الحفاظ على تراثها وتاريخها وإبرازه بالمرافق السياحية المتنوعة والمتوزعة حول طبيعة المدينة وتطوير المواقع التراثية والتاريخية تشتهر العلا باسم عروس الجبال وعاصمة التاريخ والآثار لمناظرها الجبلية وارتفاعها عن سطح البحر بأكثر من 700 متر ولقدم تاريخها وكثرة مواقعها الأثرية وقد اكتشف الباحثون فيها على بقايا معابد وتماثيل تعود إلى عصر الحيانيين ما يقارب 900 سنة قبل الميلاد وتعاقبت عليها الحضارات لخصوبة الأرض ووفرة المياه وتعتبر الحجر بمثابة الموقع الأكثر شهرة في محافظة العلا وهي أول مواقع المملكة العربية السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو وكانت بمثابة المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط وتتكون من أكثر من 100 مدفن محفوظة بشكل جيد مع واجهات متقنة تم اقتطاعها من الحجر الرملي وتشير الدراسات الحديثة إلى اعتبار الحجر أقصى المواقع الجنوبية في الإمبراطورية الرومانية تعتبر العلا موطنا لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية الرائعة مثل الخريبة، دادان قديما، عاصمة المملكتين الديدانية واللحيانية والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن تطورا خلال الألفية الأولى قبل الميلاد ضمن شبه الجزيرة العربية وألاف الأمثلة عن الفنون الصخرية والنقوش القديمة علاوة على محطة سكة حديد الحجاز وتحتوي العلا على مئات النقوش الأثرية التي يعود تاريخها إلى الحضارات الصفوية والأرامية والثمودية والمعينية والأغريقية واللاتينية أما جبل الأقرع ففيه ما يزيد عن أربعمائة نقش عربي بينما يعجب العكمة واحدا من أكبر المكتبات المفتوحة في المملكة التي تحتوي على كتابات ونقوش أثرية هي الأهم حيث يوجد به نقوش ورسوم تعود إلى الحضارتين الديدانية واللحيانية ويعمل فريق من خبراء لأثار المحليين والدوليين حاليا على تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والتاريخية لمحافظة العلا وتطويرها تحقيقا للتحول المستدام ولتمكين الزوار المحليين والإقليميين والدوليين من التعرف على ثراء إرثها الثقافي والتاريخي والطبيعي وعلى الحضارات العربية الأصيلة والقيم المحلية العريقة تبلغ مساحة محافظة العلا نحو ثلاثين ألف كيلومتر مربع تمثل قرابة عشرين بالمئة من مساحة منطقة المدينة المنورة وتأتي في المرتبة الأولى مساحة من حيث محافظات منطقة المدينة المنورة يزيد عدد سكان العلا عن ستين ألف نسمة حسب تعداد السعودية عشرين اثنين وعشرين مدينة العلا هي مركز المحافظة يتبعها أربعة عشر مركز إداري وما يزيد عن الثمانين بلدة وقرية وهجرة ماشاء الله في السوق الديرة القديمة في العلا ماشاء الله ماشاء الله يعني شغل جبار الواحد يشكر كل القائمين عليه كل الشكر يعني الله يحفظ بلدنا الغالي ترجمة نانسي قنقر بسم الله ماشاء الله منظر بديع جدا من مطل العلا يعني أن صحيح واحد زائر للعلا أن يشوفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر